حزب الله وأمينه العامة سيد حسن نصر الله غير مرحب بهما على موقع فيسبوك وكل من يستعمل أي صورة متعلقة بهما قد يتعرض للمنع من استعمال موقع التواصل الاجتماعي هذا ما جرى مع صفحة موقع لبنون دي بيت على فيسبوك بسبب خبرين أرفقا معهما صورة لنصر الله وعالم الحزب أول مرة حتانا الصورة جينا نزار أن لازم نجي للصورة بنتفاجأ أنه بيجينا بدون أنزار بنعونا بقى نحط شيء على الصفحة صارت صفحة انبابلش يعني ما فيه نحن بقى نحط أي شيء على الصفحة نبعف أنه على أي أساس اعتمدتها لسركة الفيسبوك أنه على أي أساس اعتمدوا أنه لو كان في ريبورت أنه على أي شو هي الشروط لأنه الخبر ما فيه الصورة أول شيء والخبر ما فيه شيء عنف أو بحد عطاء فيه خبر عادي توصلنا مع الإدارة وبعد لهلأ ما أغطونا جواب الموقع عاد وفتح صفحة جديدة بعنوان مختلف بانتظار أن تعفو إدارة فيسبوك عنه وتعيد له صفحته الأصلية فهل انتقلت الرقابة العشوائية إلى فيسبوك؟ وهل قلت لي حرية؟